السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلاً وأسهلاً بالجميع بالحلقات السابقة شو أشتري؟ أنتوا كنتوا تقترحوا بعض الاقتراحات عجبني اقتراح كان جوجل بيكسل ستة ضد الجالكسي S21 FE عجبني ليش؟ لأنه جداً متقاربين يعني وهذا الفكرة أنه نحاول نجيب أجهزة متقاربة بحيث نقارن بينهم وأنت تختار الأفضل فتعالوا نشوف مين الأفضل في هذول الجهازين وخلينا نبدأ مبدئياً بالتصميم الجوجل بيكسل من زجاج وعنده حركة لونين عنده سماكة 8.9 مليمتر وعنده وزن 207 غرام وعنده معيار IP68 أما الجالكسي فهو من بلاستيك وسماكته 7.9 مليمتر ووزنه 177 غرام وعنده أيضاً معيار IP68 شخصياً أحب تصميم الجالكسي عاجبني أكثر شكله حلو متناسق موضوع بروز الكاميرا في الجوجل بيكسل وموضوع اللونين أنا بالنسبة لي حاسم مش أو غير موفق معنه زجاج وهذاك بلاستيك بس أنا عاجبني أكثر شكل الجالكسي فلذلك ما في نقاط هون لأنه موضوع كثير شخصي أنت أحكي لي وكتب لي مين عاجبك بين الجهازين نيجي للشاشة البكسل 6.4 إنش أملد تدعم تردد 90 هرتز وبتدعم HDR10 بلس يعني محتوى عالي الجودة ومتاز وألوان حلوة وأنا جربت هاي الشغلة تذكروا وعملت عنه فيديو الشاشة ما عليها مشاكل أيضاً محمية بكونين جوريلا غلاس فيكتوس أما الجالكسي فعنده دايناميك أملد يعني من أفضل شاشات سامسونج وهي أيضاً 6.4 إنش ولكن بتردد 120 هرتز وبتدعم HDR10 بلس ومحمية بكونين جوريلا غلاس فيكتوس فلذلك يعني موضوع الشاشة أكيد السامسونج تتفوق مش بس أرقاماً أرض الواقع هي كنت تحكي لك أنه هي أفضل بنسبة للنظام يعني جوجل بيكسل هو الجهاز القادم من جوجل صاحبة أندرويد فتوقع نظام أفضل تحديثات أفضل وأسرع ولكن أنا يعني عندي تجربة مع جوجل بيكسل 6 بالذات كانت سيئة جداً كان يعلق على موضوع التحديث ما يرضى يعمل تحديث طبعاً بيّنت معاي بعدين المشكلة إنه في عندي مشكلة بالواي فاي هو مش مستوعبها فلما أروح على واي فاي آخر بر بيتي تمشي الأمور ولكن هاي مشكلة هو واجهتها سامسونج عندها واجهة الوان يو آي أربعة بصراحة كثير مرتبة فمش عارف اللي بيحب واجهة سامسونج بيدروح لسامسونج واللي بيحب الأندرويد الخام وأنا بيحبه بيدروح لجوجل رغم المشاكل اللي واجهتها بفضل نظام جوجل أكثر الأداء جوجل عنده معالج اسمه جوجل تنسر مبني بمعمرية 5 مم ويا ترى مين اللي صنعه؟ سامسونج والجالاكسي عنده معالجين إما الإكزلوس 21-20 سامسونج صنعته وإما سناب دراجون 80-88 اللي بيدعم 5 جي اللي صنعته كوالكم أنا بفضل معالج جوجل نفسه لأني أنا ما واجهت أي مشاكل بالأداء ولا أي مشكلة فأعتقد أنه المعالج كويس وكان صرفه للطاقة كويس وأداءه كان ممتاز أنا شخصيا بفضل معالج الجوجل طبعا الساعات التخزينية أنا بحكي عن جهاز 128 جيجا 8 جيجا بايت 128 جيجا 8 جيجا بايت على كلا الجهازين وكلاهما لا يدعمان أسدي كارت أما الكاميرات الجوجل بيكسل بالنسبة للكاميرا الأساسية عنده واحدة محترمة جدا جدا 50 ميجا بيكسل حساس 1 على 1.31% إنش من أكبر الحساسات وفيه OIS Optical Image Stabilization وعنده كاميرا عريضة 12 ميجا بيكسل أما الجالكسي فالأساسية 12 ميجا بيكسل والحساس تبحها 1 على 1.76% إنش أصغر من حساس الجوجل وفيه Optical Image Stabilization وأيضا فيه كاميرا عريضة 12 ميجا بيكسل وأيضا فيه كاميرا للزوم تعطيك 3x zoom وفيها OIS 8 ميجا بيكسل يعني هاي الأدفانتج للجالكسي وأيضا الجالكسي عنده كاميرا أمامي السيلفي 32 ميجا بيكسل الجوجل 8 ميجا بيكسل هاي ميزات أفضل عند الجالكسي ولكن يا أخوان بدنا ننسى شوي الهاردوير السوفتوير اللي عاملته جوجل للتصوير بصراحة ممتاز جدا واللي بده كاميرا ممتازة أنا بدون أدنى شك بقوله جوجل بيكسل في هاي المقارنة وحتى بمقارنة أخرى دايما بقولك جوجل بيكسل لأنه التصوير ممتاز جدا فهون بتدعط النقطة لجوجل بيكسل رغم أنه العتاد مختلف نيجي للبطارية البطارية في البكسل 4614 ميلي أمبير مع شحن سريع 30 واط الجالكسي 4500 مع 25 واط كلا هما يدعمان الشحن اللاسلكي بس الجوجل 21 واط الجالكسي 15 واط فأنا بشوف انه برضو هاي النقطة بده تروح لمين لجوجل بيكسل والسعر يعني حسب البلد حتلاقوا هاي الأجهزة بسعر 500 أو 600 دولار أنا شفتم هون في الإمارات على أمازون ما بين 1700 درهم ما بين 1900 درهم والأقل سعر كان الجوجل بيكسل فأنا بحس حالي بتوجه هواين للجوجل بيكسل إذا بدك كاميرا أفضل سوفتوير أفضل بطارية أفضل جوجل بيكسل إذا بدك شاشة أفضل تصميم أفضل بدك تروح على الجالكسي إن شاء الله تكونوا استفدتوا يعطيكم ألف عالي اكتبوا لي أجهزة أخرى نعمل عنها حلقة مقارنة زي هيك وبشوفكم في فيديو القادم إلى اللقاء